تحياتي مجددا هلأ الحقيقة أي متأمل حتى بسطاء الناس العاديين يدركون أن المنطقة كلها على صفيح ساخن منطقة بغموميتها هلأ الحقيقة أيضاً يتم الانتخال من الصفيح الساخن إلى الصفيح الملتهب نحن نرى يعني ممارسات إسرائيل تجاه لبنان تجاه غزاليون مجزرة دير البلح إلى آخره لكن يعني موضوعنا يتعلق في سوريا الانكسار والتفوق النوعي لإسرائيل على حزب الله سواء في الاستهدافات لمنظومة الاتصالات بشكل أساسي منظومة الهيكلية القيادية لدى حزب الله يعني بالصف الأول والثاني والثالث ببعض الحدود ناهينا عن يعني بعض القادة الميدانيين في ساحة المعركي نعم هذا بشكل واضح وعملياً حولت أرادت أن ترهب كل الموقف إسرائيل وحولت جنوب لبنان والضحية الجنوبية إلى تقريباً سيناريو غزة يعني دمار كامل في سوريا في سوريا الاستهدافات الإسرائيلية لعناصر حزب الله الذين يلجأون إلى سوريا ويعني يتمركزون بشكل أساسي بالمزي لخصوصيات المزي يعني حي لا بأس فيه متطور إلى آخره ومكتظ بالسكان إذن يستهدفون كل القادة اللي عم يهربوا إلى سوريا يستهدفون خطوط الإمداد لأنه إيران إيران ولنسيما بعد زيارة الوزير الخارجي الإيراني والتحدي الوقح للحكومة اللبنانية نحن من يقرر ويجب حرب الإسناد أن تستمر فقط من أجل تقوية يعني يضحون بكل الناس والشعب والمصالح والدمار والمعاناة والتشرد والنسوة يضحون بكل هذا في سبيل تقوية أوراقهم في المقايضة مع أمريكا وإثراهن بذلك الوقت لا رادع لديهم ولو لو بيروح الشعب اللبناني كله والشعب التولي سيد سمير نعم سيد سمير عذرا على المقاطع يعني ذكرت آخرا بأن السهدفات الإسرائيلية على الأراضي السورية يعني هي ليست بالأمر الجديد ولكن اليوم قد تغيرت ليس قد ولكن من المؤكد أنها تغيرت المعطيات وبنك الأهداف بالنسبة لإسرائيل تغير وفي ظل ذلك هل من الممكن أن نشهد رد من قبل حزب الله والفصائل التابعة لإيران ضربة بحجم السهدفات الإسرائيلية على الأراضي السورية لا بتقديري عزيزي أنا اختصارا للوقت بتقديري غير ممكن لأسباب عديدة أولا موخف النظام السوري هو كما لو أنه مستقيل مغيب من ساحة التقن وهذا عمل مقصود لأنه النظام السوري في مرحلة انتظارية عما تسفر عليها الأمور ونعرف نحن التأثير الإيراني في الهيكلية القرار السوري وأيضا التنافس الروسي الإيراني هنا عوامل يعني لا أعتقد أن المجال يسمح للتفصيل فيها لكن النظام السوري سيمنع لا يريد أن يتورط وبيعرف أنه أي ورطة ستكلفه الكثير لذلك رد الفعل من حزب الله ولا الميليشيات الإيرانية من الداخل السوري قد تجر وبال آخر على القيادة الإيرانية على نظام ملالي طهران لذلك هم يكتفون يكتفون حتى الآن ممكن مستقبلا نعم ولكن حتى الآن يكتفون بالمشاغلة الحاصلة الآن بين حزب الله وإسرائيل وهو معطى كافي بالنسبة للقيادة الإيرانية لتقوية أوراق التفاوض صار المباشر الحقيقة كان من تحتي نعم سيد سامير عذرا على المقاطعة مرة أخرى ونقطة أخيرة لو تفضلت أنت قلت بأن الحكومة السورية هي مغيبة أو مستقيلة وكأنها مستقيلة ولكن اليوم التهديد الإسرائيلي على الأراضي السورية هو أكبر من أي يوم أو وقت مضى قبل أيام حزب إسرائيل بيتنا يقول بأن إسرائيل ستضطر إلى سيطرة على الجزء السوري من جبل الشيخ في حال بقيت سوريا قاعدة أو منطلق لهجمات من قبل حزب الله وإيران كل هذه التطورات المتسارعة والخطر المتزايد أكثر على الأراضي السورية أليس من الممكن أن يغير من تعاطي الحكومة السورية مع الفصائل المتواجدة على أراضيها أبدا مش ممكن لسببين أولا أقصى هدف بشار الأسد أولا السيطرة على قصر المهاجرين الذي هو لا يسيطر عليه بشكل كامل أقول قصر المهاجرين للدلالة للدلالة تانيا هو لا يملك القرار تالتا هو يعلم أن شهية ناتنياهو واليمين الإسرائيلي مفتوحة جدا على الإنجازات ما قبل 5 نوفمبر ما قبل 5-11 بمعنى ما قبل الانتخابات الأمريكية لأنه مرحلة زهبية في ظل عجز الإدارة الأمريكية عن اتخاذ خطوات حاسمة للردع حتى لو كان لا يتقاطع مع مصالحها ناتنياهو ناتنياهو يقدر يجيد اللعبة ويريد أن يحقق أكبر قدر من المكاسب حتى على الجبال السورية حتى في الداخل السوري عندما يهدد ناتنياهو بالسيطرة تكون إسرائيل مضطرة للسيطرة على القسم السوري من جبل الشيخ وكذا قد يقدم على هذه الخطوة في ظل رد فعل الميت من قبل النزام السوري لأنه غير قادر أبدا على قوى المواجهين القوى غير متكافئة ثانيا هو مرتبك ولا يملك قرار انتظاري أقصى ما يستطيع أن يفعله هو العامل الانتظاري لكيفية استقرار هذا الزلزال الساسم اللي تتعرض له المنطقة غير قادر لذلك سيثمت وربما أنا أسمح لنفسي بالقول ربما سيكون بشار الأسد أو بعض أطراف السلطة مشاركة في تثريب المعلومات إلى الكيان الصيوني لإضعاف النسبة للوجود الإيراني نعم نعم كنت معي من الجزائر سيد سمير سطوف المنسق العام لتجمع الوطني السوري الموحد أشكرك جزيل أشكر على كل ما تفضلت به ترجمة نانسي قنقر